بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولى بقول دايماً علم ابنك القرآن وما تخافش عليه لما تعلموا القرآن القرآن هيعلموا كل حاجة هيحفظوا من زخار في الدنيا ومن زينة الدنيا ومن وساوس الشيطان لأن أهل القرآن أهل الله وخاصته وبدع دعوة دايماً اللهم لا تقطع القرآن من بيوتنا واجعله مراثاً لنا في أولادنا وذرياتنا من بعدنا شايفين نمازك زي الفل من أهل القرآن من شباب الأظهر الشريف ومن النوابغ المصرية حافظوا القرآن فحافظهم الله بالقرآن متفوقين في دراستهم بيدرسوا المواد الشرعية والعلمية والأدبية مع القرآن الكريم أوعى تفكر أن القرآن بيعطى الحد عن المذكرة أبداً دا القرآن بيخلي حافظ القرآن من الأوائل ومن المتفوقين أكرم بقوم أكرم القرآن نسمع يا عم الشيخ طاها نسمع يا عم الشيخ طاها الله 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 نسمع يا عم الشيخ طاها صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير خلق الله طاها مثل شمس في ضخاها خير خلق الله طاها مثل شمس في ضخاها هذه الدنيا نراها شمس في ضياء من محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبه عين الكمال جاهه عال وغالي صحبه خير الرجال يبايع الهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلو عليه اللهم صلي وسلم وبارك عليه اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب الشفيع سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين الله يفتع عليك يا شخطاها يا شخطاها الجمال ده يا شخطاها أنا سعيد بجودي معك يا ولانا أنا بارك فيك عايزينك توجه رسالة كده يا شخطاها لكل الشباب والبنات اللي في الجمعة واللي بيدرسوا تقولهم يا شخطاها ويبارك في أولادنا وبناتنا جميعا الله ويحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين اللهم أمين يا رب وصلنا لآخر الحلقة يعني الوقت بيجرب سرعة مع النوابغ بتوعنا ومع أولادنا بارك الله في الشيخ طاها عزة وبرك الله في كل شباب المسلمين وبنات المسلمين وربنا يحفظهم من كل مكروه وسوء يا رب العالمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته